التكاثر في السرخسيات الطور السائد في السرخسيات هو الطور البوغي الطور البوغي تألف من أوراق تشبه الريشة السطح الأسفل يحتوي على مجموعة من الحوافض البوغية بداخلها أبواغ هذا سطح السفلي للوراق قبعها مجموعة من الحوافض البوغية هذه مجموعة من الحوافض البوغية بالسطح السفلي للوراق عندما تنضج هذه الحوافض البوغية يحدث بها انقسام اختزالي تنتشر الأبواغ اللي تكون سين هذه انتشرت الأبواغ شوف هذه الحوافض البوغية عند النضج لح تنتشر الأبواغ اللي تكون سين نتيجة انشطار اختزالي تنتشر تسقط وين الأبواغ بفعل الرياح تسقط تكون نبات بوجود رطوبة يعني لازم موجودة رطوبة تكون نبات يشبه القلب يقوم بصنع الغذاء أخضر يسموه الثعلوس الأولي هذا هو يشبه القلب يحتوي بالأسفل مادة القلب تراكيب جذور اشباح الجذور اللي تقوم بامتصاص الماء وتركيب يشبه القلب بمادة كلوروفيد هنا تحمل حوافض مشيجية أو جنسية ذكرية وأنثوية هذا يسموها أركغونية حافظة مشيجية أنثوية يسمها أركغونية ونفس المكان قريب عليها حافظة مشيجية ذكرية يسموها أنثريدية أو أنثريديون هذا الثعلوس الأولي يشبه القلب فيها يتأكل أشباه جذور هنا يوجد نوعين من الحوافض المشيجية أنثوية وذكرية الذكرية بها أمشاج ذكرية سين وهنا هنا موجودة بيضة بالحافظة المشيجية الأنثوية عندما تنضجه ونفس الثعلوس بكل مكان موجودة حجمها حجمها نص سنتيمتر فموجودة بمكان ماء والماء ضروري لانتقال الأمشاج الذكرية للأنثوية ونفس النبات ونفس الثعلوس لا موجود كمية كبيرة من هذا التركيب القلبي يشبه القلب فتنتقل الأمشاج الذكرية ونفس الثعلوس فتنتقل الى الحافظة المشيجية الأنثوية تنتقل الأمشاج الذكرية الى داخل تحمل أصوار وداخلها الى داخل الحافظة المشيجية الأنثوية لحصير الزيجة زايقوت هي تعمل البيضة داخل انتقل الأمشاج الذكرية الى داخل حافظة المشيجية الأنثوية لتحتوي البيضة داخلها بيضة تتحد واحد من المشاجر الذكرية وهي البيضة سيكون الزايقوت او البيضة المخصبة من يكون البيضة المخصبة هنا صارت شنو اثنين سين هذي سيحدث عملية بداخلها تكون الطور البوغي تكون الطور البوغي بداخل هذا الثالوس اولى يكون طور البوغي تكون طور البوغي داخل الثالوس الاولى يكون طور البوغي طور البوغي هو الطور السائد اللي يظهر اكثر شي موجود في دورة حياته نبات يمر بطور بوغي الاثنينسين وطور جنسي والنبات هو الماء ضروري لنقل الامشاج الذكري الانثوية في سطح الاسفل الورقة موجود مجموعة من الحوافض البوغية من تنضج تنتشر هالحوافض البوغية تكون تركيب يسموه الثالوس الاولي هالثالوس الاولي بداخله شنو موجود قريبا من النهاية يسموه اشباه جذور ثبت نفسه بالارض حجمه نص سنتيمتر بينما له هاي امتار كبير امتار ثلاث امتار اثنية هنانا لا هاي نص سنتيمتر حتى الماء ضروري للانتقال نقل الامشاج الذكريه الخلايا الذكريه الجنسيه الى البيضاء اللي موجوده بحافظه مشيجية انثوية يصير اخصاب زيجة يكون الطاول البوغي اللي هو بنص الثالوس يكون الاسفل جذور وساق واوراق هاي هنانا يكون هذا الطاول البوغي